تكلم قدسة الباب اليوم على المصلوب ينبوع الرجاء وقال بعد موت يسوع وختم حجر القبر شعر التلاميذ بالإحباط وبأن كل شيء قد انتهى لكن بقيت صورة الصليب ثابتة في أذهانهم ونحن أيضا نشعر اليوم بمثل هذا الإحباط أمام عالم تزداد فيه اللامبالات تجاه الله ويزداد فيه الشر والحروب ونشعر أن الأوقات الماضية في العالم وحتى في الكنيسة نفسها كانت أفضل لكن التلاميذ اكتشفوا بعد ذلك بداية جديدة في الصليب اكتشفوا أن الرجاء في الله يولد من جديد في يسوع المعرى والمجروح على الصليب فيسوع المعرى من كل شيء يذكرنا أن الرجاء يولد من جديد عندما نرى حقيقة أنفسنا ونتخلى عن الازدواجية ونحرر أنفسنا من عيش راض مع أكاذيبنا ففي التباهي والمظاهر الخارجية لا نجد سلامنا ويسوع المجروح في الجسد والنفس على الصليب لا يخفي عن عيوننا جراحه التي اخترقت جسده ونفسه بل يظهرها لكي يرينا أنه يمكننا أن نضع من جراحنا بؤر نور فيسوع لم يشتكي على الصليب بل أحب وغفر لمن أساء إليه مثله يمكن أن تصير جراحنا ينبوع رجاء عندما نحب الآخرين ونهتم بهم إن صنعنا ذلك يندب جرحنا سريعا ويزدهر الرجاء فينا من جديد لنقف في هذه الأيام المقدسة أمام المصلوب المجرد من كل شيء ولنجرد أنفسنا حتى نصل إلى حقيقة أنفسنا ولننظر إليه وهو مجروح ونضع جراحنا في جراحه لنتركه يجدد الحياة والرجاء فينا ترجمة نانسي قنقر